اشتركوا في القناة ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات حلول قرآنية تلك الحلقات التي نناقش فيها هذه القضية التي هي في غاية الأهمية قضية الحلول القرآنية للمشكلات الإنسانية وإحنا كنا في المنطقة بتاعة الأمثلة التطبيقية وخدنا مثال على إشكال هو في رأيي يعني من أشهر الإشكالات إشكال التكاسل والاستفقال إشكال التكاسل والاستفقال التكاسل والاستفقال عن الصلوات والدعوات التكاسل والاستفقال عن التعاط التكاسل والاستفقال عن الواجبات والانتظام والانضباط في أي حاجة في الحياة في الدنيا أو في الحياة فقلنا أن في حل قرآني لهذا الإشكال الإنسان وهذا الحل القرآني في الآية رقم 45 من سورة البقرة وهي قوله سبحانه بحمده واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشين واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشين وقلنا وضحنا إزاي فعلا هذا الحل القرآني عرضنا الإشكال والحال والمقال وعرض يعني أقوال وأعمال وأحوال وكنا وصلنا لفكرة أن الحل فيه في الخشوع وأنه ده حل الإشكالات دي كلها وكنا في الحلقة الماضية يعني اتكلمنا شوية عن الخشوع وقلنا إيه هو الخشوع ده وإيه حققت الخشوع إيه الصورة لإصافات الشخص الخاشع ده احنا عايزين يعني كيف نعرف أننا خشعنا يعني كيف نعرف أننا خشعنا كيف رحصل هذا الخشوع لان الاسف الشديد بعض الناس بتربط ما بين الخشوع والدموع وفي الحقيقة الاولى الربط بين الخشوع والخضوع والخشوع والخضوع انما الربط بين الخشوع والدموع مش اساسي يعني ممكن يكون انسان خشع لكن ما فيش دموع ما فيش بكاء زي برضو الربط بين التدبر والبكاء مش لازم يكون في بكاء التدبر ده حركة القلب ممكن قلب يتحرك وما يحصلش البكاء دا لان البكاء دا 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 د وفيه الخشوع القالبي خشوع الجوارح وفيه بقى مستوى تاني بقى ممكن يصل لانسان يبكي وتفاعل و تمام الحقيقه الخشوع زي ما قلته الخشوع في الصلاة بالذات بيترجم حاله بيترجم حاله واحد مش بس مش بس هو اجاد التعامل مع الصلاة لا ده اجاد التعامل مع الذكر اجاد التعامل مع الدعاء اجاد التعامل مع الصوم لان هو الصلاة فيها صبر فيها حالة صوم اصلا فالمهم ان هذا الشخص الخاشع باختصار قولنا عنده الطاعات مش مجرد طقوسية الطاعات عنده عبودية عبودية يتجلى فيها أحسن اتصال برب البرية سبحانه الحمد عبودية يتجلى فيها أحسن اتصال برب البرية عشان كده عنده هو الصلاة صلة القلب بالله الصلاة صلة القلب بالرب يوصال اتصال مهم طيب فطرحنا طرح قلنا طب يعني الخاشع ده مين اكيد اكيد كلنا هيجي تساؤل ده في راسنا مين الخاشع وازاي نخشع وكيف نخشع والله ده حاجة مهمة وحاجة عظيمة طب نعمل ايه نروح نعمل مسلا تاميرينات يوجه طب مسلا نروح نعمل تاميرينات مش عارف كونسنتريشن وتركيزه مش عارفه كلام من ده ايه اللي نعمله بالضبط سبحان الملك هنلاقي مش هنتعب كتير ما هنقلبش كتير هنلاقي بعدها على طول في الآلة بعدها ربنا سبحانه بحمد يقول واستعينوا بالص الص هم دون الخاشعين هما دول يا رب الخاشعين التي تقصدهم هما دول يا رب الخاشعين اللي هوما الصلاة مشتبه كبير عليهم هما دول رب الخاشعين ليبقى عندهم قدرة على الصبر وعلى الاستعانة وهيقدروا يحلوا يكونوا متعقلين وهيقدروا يحلوا الإشكال بتاع الفصام الحاصل بين العلم والعمل وبين القول والفعل ها الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون ها سواني بقى نشوف ده إيه ده هل ده مجرد وصف لهم كده ولا ده توجيه للطريقة اللي ممكن نكون بها خاشعين توجيه لكيفية الخشوع لأن زي ما قلت بعض الأفاضل هيقول له عايز أخشع في الصلاة هقول لك مش عارف أحسن الوضوء وعمل مش عارف ايه وحافظ كل ده جميل ومفيش إشكال منه أنا موافع عليه جدا بس هنا يا ربنا سبحانه بحمد لما عرف الخشوع سبحانه الملك شوفوا التعريف شوفوا روعة التعريف شوفوا روعة التعريفات القرآنية وعظمة التعريفات القرآنية مش تعريفات نظرية مش تعريفات نظرية وخلاص لا تعريفات إجرائية لو صح التعبيل بتديك إجراءات تعريفات عملية بتحريفات سبحان الله تطبيقية تقول لك يعمل كذا تبقى كذا ايه بقى الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجرون طيب الذين يظنون هنا يعني ايه يظنون يعني يتوهمون يشكون لا الظن هنا بمعنى اليقين هو الظن يجيب في القرآن معنى اليقين ايوه الظن في القرآن يجيب معنى اليقين وآيات كتيرة او في كده في ان الظن يجيب معنى اليقين ماشي وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّنْ نَعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نَعْجِزَهُ هَرَبَةٍ يعني تيقنّا خلاص طيب الَّذِينَ يَظُنُّونَ يعني يَتَيقَّنُونَ مايش يتيقنون يقين نوعا من اليقين أبعد ما يكون عن الظنون يتيقنون نوعا من اليقين أبعد ما يكون عن الظنون الَّذِينَ يَظُنُّونَ أيوة يَظُنُّونَ يَتَيقَّنُونَ فيه أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعوا وإذن الخاشعين متيقنين ابتداء كده خاشعين متيقنين التيقن فيه التيقن يعني ألم يقين والعين يقين والحق يقين لهم طلوب أعلى صورة ألم يقين عارفين تمام ومتيقنين هم مصدقين وبشكوش عين يقين كأنما ينظرون يرون حق يقين كأنما يشهدون كأنما يشهدون كأنما يشهدوا يشاهد الذين يظنون في علم يقين في عين يقين في حق يقين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه رجعون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه رجعون يعني أنهم ملاقوا ربهم يعني أنهم إليه رجعون أنهم ملاقوا ربهم طب ملاقوا ربهم في الدنيا ولا في الآخر ملاقوا ربهم في الصلاة ولا في خارج الصلاة سأنا شديهم معاوي انهم ملاقوا ربهم انهما الناس المتيقنين انهما لما بيقفوا يصلوا بيبقوا ايه بيبقوا واقفين بين ايدين ربهم بيبقوا مستحضرين المشهد ده ده شهود مشهد الاحساء استحضار مشهد الاحساء انهما هما بيصلوا هما مستحضرين كويس هما واقفين بين ايدين مين مستحضرين ان الصلاة لقاء مع الله ان الصلاة لقاء مع الله انهم ملاقوا ربهم انهم ملاقوا ربهم انهم هما بيصلوا ملاقوا ربهم انهم هلاء ربنا فواحد في لقاء مع الله كيف يكون حاجة يكون على مشهد الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الله ايه الجمل ده باختصار شديد ربنا بيوجهنا ان انتوا عايزين تكونوا خاشعين ايوه تيقنوا علم فعيل فحق يقين تيقنوا في ايه ان انتوا لما بتبقوا وقفين مصلين انتوا تلتقون رب العالمين تناجون رب العالمين تقفون بناده رب العالمين استحضروا مشهد الاحسان مشهد ان تعبد الله كأنك تراه فلم تكن تراه فإنه يراك استحضروا مشهد انكم تصلون انتم ترون الله والله يراكم يعني ترون الله والله يراكم استحضروا هذا المشهد استحضر ده جماعة الخير كفيل بالخشوع وخصوصا إذا كان الإنسان عارف كويس جدا عارف كويس جدا إن ربنا سبحانه بحمده مش بس بيراقب ظاهر حضرتك يراقب الظاهر ويراقب الباطن والسرائر ويراقب ما في الضمائر إنه عليم بذات الصدور إذن كل ما في صدرك كل اللي بيحصل جواك كل اللي بتقوله كل وراك كلام ده الله يراه يعلمه سبحانه بحمده لا تخفى عليه منه خافية إذن ساعتها تعمل إيه الكلام ده والله العظيم بيحصل والله بيحصل بيحصل لما تلاقي عندك صناعي الصناعي ده شغال مش عارف بيعمل حاجة معينة بيصلح جهاز ولا بيعمل حاجة في البيت ولو إنت واقف على رأسه بتلاقي أداءه مختلف جدا عشان توقف على رأسه لو إنت ععد قدامه كده بتلاقي أداءه مختلف جدا فتخيلوا بقى لو إنت بتصلي أنت مستحضر أن أنت فعلا أن أنت ترى الله ترى الله أمامك أن الله يراك ساعتها تحصل إيه؟ تحصل الإحسان إيه الإحسان؟ أن عبادة حضرتك هتبقى الأكمل والأجمل والأجل هتبقى على الأحسنية هتبقى أكمل ما تكون وأجمل ما تكون وأجل ما تكون وأشمل ما تكون وأفضل ما تكون هتبقى أحسن صلاة هتبقى أحسن صلاة ليه؟ اللي انت استحضرت فيها انك ترى الله مشهد الإحساء الذين يبنون أنهم ملاقوا ربهم ملاقوا مين؟ ملاقوا الله؟ لا ملاقوا ربه يعني ملاقوا ربهم انت بلقي ربك ربك اللي للإيجاد والإعداد والإمداد والإسعاد ربك اللي أوجدك من العدم ربك اللي لإيجاد اللي قادر لأنه وجد لك كل اللي انت تحب وتتمنع وكل اللي انت تريد وأصلا الحاجة العجيب قوي اللي هو بعض الناس في الصلاة معما لنقرها ويجري بسرعة عجيب قوي اللي انت بتطلبه اللي انت سبت الصلاة عشانه هو بين يدي من تركته الآن سبحان الله عجيب أمر الإنسان الرب اللي للإيجاد للإعداد واللي أعدك كده للإمداد للإسعاد يدي بيديه مقايده كل شيء الرب اللي أناعم عليك اللي أكرمك لربك على طاعتك الرب اللي ليه التربية والتدبير سبحانه بحمده الرب الرحمن الرحيم قمة الحنان وقمة كمال الحنان وكمال الإحسان ربك الذين وضمعناهم ملاقوا ربهم فهم فيما يدربنا مستحضرين مستحضرين ما للرب سبحانه هو بحمده من رحمة ونعمة مستحضرين ما للرب من عزة وعظمة لأنه برضو الرب معاني الرحمة والنعمة إنه هو الإصلاح والتدبير والتربية والرحمة وفيه بقى الملك والسيادة فيه الناس بس بتتخيل إن الرب إيه إسم الله الربي يعني فيه بقى معاني الإيه معاني تبعث على المحبة الشوق والمحبة والرجاء والرغبة لا فيه معاني برضو تبعث على الخشة والرهبة معاني تبعث على الخشة والرهبة فحضر الناس ما مش متخيلين دي مش متصورين دي مش متصورين دي مش متصورين أنهم ملاقوا ربهم دي كده كأنها الوسيلة الأولى كأنها الأدى الأولى كأنها النقطة الأولى اللي من خلالها نقدر نحقق الخشوة ونبقى فعلا من الخاشئين مش بس في محارب الإيمان والصلاة بل في محارب العمران والحياة هل دا كده خلاص ولا فيه حاجتين لا فيه تاني وأنهم إليه رجعون يعني إيدي وإزاي هتساعدني على الخشوة وإزاي فأنا أقدر أفعل الخشوة في حياتي دا لنتعرف عليه بإذن الله في الحلقة القادمة أنقدر الله اللقاء والبقاء كل قبيل هذا أستغفر الله لي ولكم ولكن سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشدو لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ودنتم الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة